لو الحكاية فيها إنا فيدي النهاردة الأربع تسعتاشر ديسمبر والنهاردة الأمر موجود في برج التور عندنا كمان أورانوس موجود في برج الحمل بس بيتراجع في الحمل وعندنا فينوس في العقرب والشمس والمشتري وعتارد التلاتة في الكوس وزحل وقلوته في الجزي ونبتن والمريخ في الحود وعندنا النهاردة حالة تنافر فلكي الأمر الموجود في برج التور يتنافر مع فينوس اللي في العقرب خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر إزاي على 12 برج نبدأ ببرج الحمل مواليد الحمل النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل المال وده يخليني أقول لمواليد الحمل أنه النهاردة يوم مش مناسب للتصرع في القرارات الشرائية والمالية نروح بعد كده لبرج التور ومواليد التور النهاردة عندهم الأمر في برجهم وده يخليهم في منتهى الجاذبية والسحر ويعرفوا أنهم يخلوا الآخرين يستمعوا ليهم بشغف وكمان يعرفوا يكونوا عندهم حضور ويجذبوا الناس كلها ليهم نروح بعد كده لبرج الجوزاء ومواليد الجوزاء النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل السحر وده يخليني أقول لمواليد الجوزاء اهتموا أكتر بسحتكم وبسلامتكم وما تهملوش أي شكوى لجسمهم نروح بعد كده لبرج السرطان ومواليد السرطان النهاردة عندهم الأمر في وضع داعم ويقدروا النهاردة مواليد السرطان يقدوا أوقات اجتماعية حلوة مع الأصحاب وكمان يعرفوا يلفتوا الانتباه ليهم ويلتف من حواليهم الأصحاب كمان الناس إلا مش مرتبطة من برج السرطان هيكون عندهم فرصة أن تتحول عندهم علاقة صداقة لعلاقة حب نروح بعد كده لبرج الأسد مواليد الأسد النهاردة عندهم الأمر في وضع ضاغط مهنيا أو معاكس مهنيا وده ممكن يتسبب ليهم في ضغوط ويربكهم ممكن يتسبب في حالة فوضى بتوحيد بيهم أو عدم نظام عشان كده بقول لمواليد الأسد حاولوا أنتوا ترتبوا أولوياتكم ومع ذلك وجود 3 كوافق فوضى داعا بالنسبة لكم ده هايل ويديكم القدرة أنتوا تقدروا تقوموا أي فوضى من حواليكم نروح بعد كده لبرج العزراء مواليد العزراء عرضة عندهم القمر في منزل الحز وده بيخلي مواليد العزراء بيحالفهم الحز على كل الأصيدة هيكونوا بيميلوا للعطاء جدا بلا مقابل وكمان حيعرفوا يتصرفوا بكرم أخلاق مال لحواليهم وفي نفس الوقت يقدروا يحققوا تطور في حياتهم المهنية ويحققوا مكاسب مالية وأرباح نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان النهاردة عندهم القمر في منزل المال لكن فيه تنافر فلكي في منازل المال وده يخليني أقول لمواليد الميزان حاولوا أن تتجلبوا المغامرة مالياً النهاردة وما تتسرعوش فيه قراراتكم الشرائية نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب النهاردة عندهم القمر في مواجهة برضهم ومطلوب من مواليد العقرب أن هم يتحكموا في عصبيتهم قد ما يتدروا ويكونوا مارنين في التعامل مع شركاء الحياة ومع شركاء العمل نروح بعد كده لبرج الكوس ومواليد الكوس النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل السحة وده ممكن يقلل منطقتهم ومطلوب من مواليد الكوس النهاردة أن هم يهتموا أكتر بصحتهم وبسلامتهم وكمان يحاولوا أن هم ما يهملوش أي عارض صحي بيشعروا به نروح بعد كده لبرج الجادي ومواليد الجادي النهاردة عندهم الأمر في منزل الحب وده بيديهم طاقة عاطفية ويقدروا أن هم يقبضوا أوقات حلوة مع الأحباب ويقدروا كمان أن هم يحيطوا كل الناس اللي حواليهم بالحب كمان لو عندهم أولاد هيقدروا أن هم يقربوا أكتر من أولادهم نروح بعد كده لبرج الدلو مواليد الدلو النهاردة ما زال الأمر وضع معاكس معاهم وده بيديهم إحساس شوية بالعصبية وبالتوتر ونصيحتي أن مواليد الدلو النهاردة أن هم ما يدخلوش في أي جدال يؤدي لصدام اجتماعياً وعائلياً كمان هقول مواليد الدلو النهاردة أن هم ممكن يكونوا بيميلوا باسترجاع ذكريات أو خبرات مؤلمة فيحاولوا أن هم يقوموا شعورهم بالحسن قد ما يقدر نروح بعد كده لبرج الحود ومواليد الحود النهاردة عندهم الأمر في منزل العلاقات والنهاردة الأمر بيدفعهم أن هم يزودوا معرفتهم وممكن يحققوا تقدم جداً لهم في مجال دراسة يكون تركيزهم أعلى كمان مواليد الحود عندهم النهاردة لباقة والخماسية في عرض أفكارهم وقرأهم يعني هيكونوا مقنعين ويعرفوا يؤثروا في الأخير وكده نبخلصنا الـ 12 بورك النهاردة اشتركوا في القناة